يمكن الحقيقة النهاردة صحينا على إنجاز جديد وعلى رسالة مهمة جدا من سات الرئيس الإنجاز هو مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الحقيقة في العصام الإدارية الجديدة الحقيقة النهاردة شفت مشهد لا يقل جمالا ولا إبهارا عن أكتر دولة عالم تقدمها مدينة متكاملة الحقيقة على أعلى مستوى شفناها ويمكن كتير مننا تابعها النهاردة والرئيس كان في جولة مع الوزير أشرف صبح وزير الشباب والرياضة في المدينة وكان فيه يمكن خلال تفقد الرئيس للمدينة لقاء مع لعيبة منتخب مصر وجهازهم الفني اللي حضراتكم شايفين والاستاد يمكن بس عشان جاي من جوة أو اللقطة جاي من جوة أنا شفت طبعا لقطات الملعب ده من الخارج تبتكلم مش عن سانتياجو بن نبيه ولا عن ويمبلي ولا عن الأليانز أرينا تبتكلم على واحد من أعظم استادات الموجودة على مستوى العالم استاد من الجيل الخامس عندنا استادات عظيمة طبعا محادش ينكر بين التحتية الرياضية في مصر التوارد بشكل كبير جدا لكن لا هو استاد القاهرة ولا هو استاد اسكندرية ولا هو استاد الاسماعيلية ولا هو استاد بورسعيد ولا هو استاد بورج العرب ده اسمه استاد مصر استاد مصر اللي بيتسع ل92 ألف متفرج واحدة من الجماهير ده شكل مدينة الأولمبية اللي أقيمت على مساحة تقريبا 386 ألف متر مربع فيها صلاة مغطاة صلاة مغطاة كبيرة أعتقد بالضم 15 ألف ملعب زي ما حاكموا شايفينه من بره كده 92 ألف متفرج أعتقد هو أعلى ساعة للجماهير على مستوى قرات أفريقي وفيها بقى صلاة رياضية بدوم 15 ألف ملتي بيربس يعني بيتم استخدامها في كل الرياضات فيها صلاة تانية 8000 فنادق مناطق تجارية يعني حاجة متكملة كده على أعلى مستوى طاليق باسم مصر والمصريين وده طبعا جزء من لقاء سيادة الرئيس ده فيما يتعلق بالإنجاز هو مدينة مصر الأولمبية لكن النهاردة كلام الرئيس الحقيقة مع لعيبة المنتخب والرسائل اللي بعتها مش بس اللي لعيبتنا اللي رايح تمثل منتخب مصر في البطولة لكن لكل شباب مصر أنه الدولة حريصة جدا على أنها توفر إتاحة الفرص وكان بيقول لعيبة مصر ربنا ما يسكم عن كتير من الناس بالموهبة بس الموهبة وحدها لا تكفي من حيث الإتاحة الدولة الحقيقة ورئيس ممكن شدد على النقطة دي الملعب أو الأستاذ حاجكم شايفينه ده ابتدوا فيه شغل من 6 سنين الأستاذ العلامي ده المبهر ده المصريين بنوء في 6 سنين في 6 سنين كنا بنحارف فيها على كل الجباهات فهي قدرة المصريين على الإنجاز هو التحدي الحقيقي وأنا شخصيا الحقيقة من خلال تجارب كتير جدا ومقابلتي لمصريين ناجحين في مختلف المجالات بحكم عملي يعني قابلت مصريين شقوا طريقهم في ظروف شقة جدا وصعبة جدا ونجحوا مش بس على مستوى بلدنا هنا لكن على مستوى العالم كله وكانهم محل تقدير وإشادة من العالم كله المصري لما بيتوفر له الظروف المناسبة والأدوات المناسبة ويتحط في النظام المناسب عنده قدرة غير طبيعية على قهر الصعاب على أنه يكون من أفضل الكوادر في كل المجالات واشوف واسأل نفسك إيه المجال اللي مفيش اسم مصري تفوق فيه علوم أداب فن ثقافة رياضة في كل مجال من دول هتلاقي أسماء أساطير إحنا كده من زمان كده أجدادنا كده حضرتنا كده فالرئيس النهاردة كان بيتكلم على فكرة إتاحة الفرصة وقال إنه الدولة مهتمة جدا جدا بإنها تتيح الفرصة للشباب في كل المجالات منها يمكن اللي ركز عليه سيادة الرئيس النهاردة كان جزء الخاص بالرياضة تطوير البنية التحتية مش بس في العاصمة الإدارية الجديدة ده في كل محافظات مصر كلم على تطوير أكتر من 4500 مركز شباب على أحدث مستوى كلم إنه إزاي ناس تتعب على وهو بيكلم على لعيبة مصر وبالذات يمكن نتكلم مع المحترفين إنه إنه هم قدروا يكتبوا قصص نجاح خارج الحدود إنه هم قدقوا مثل أعلى وقدوة إنه هم قدقوا رفعوا سقف الطموحات قدام الشباب المصري إنه ده كمان بيحملهم مسؤولية سيبك من قصة البطولة طبيعي جدا طبعا رئيس يعني اتمنى اللعيبة والجهاز الفني إنه هم يحققوا لمصر بطولة 8 وبطولة 9 وبطولة 10 لكن رسالة الرئيس ما كانتش مرتبطة رئيس بطولة أفريقيا ولا بالمهمة اللي طالع فيها شبابنا ولعبتنا ونجمنا في كود ديفور لكن كتب سالة شباب مصر كله إنه كل واحد قادر بس التحقيق الإنجاز أو أنك أنت تعمل قصة نجاح ده مش بس مرتبط بإمكانياتك وقدراتك ده مرتبط كمان بقدرتك على أنك أنت تواصل المشوار مصريين الحقيقة في خلال 10 سنين اللي فاتوا أو 13 سنين اللي فاتوا عايشين قصة كفاح حتى يومنا هذا ضحوا بحاجات كتيرة جدا عشان يشوفوا بلدهم وعشان يشوفوا ولادهم في يوم الأيام أحسن إحنا ظروفنا كانت صعبة جدا ومصر بلد أبدا ما كانتش صغيرة مصر بلد كبيرة تاريخها بيقول إنها طول عمرها بلد كبيرة أو بلد مؤسرة يمكن يكون مرنا بفترات تراجعنا فيها يمكن يكون مرنا بفترات تعانينا فيها على كافة المستويات وأنا أعتقد إنه يمكن تكون معاناتنا النهاردة على المستوى الاقتصادي لكن ده واحدة من الحاجات اللي بتقولنا مصريين يقدروا وبإذن الله بإذن الله كل ثقة إنها تكون مرحلة وبإذن الله كلنا هنتخطاها لو كل واحد في مكانه مش بس لعبتنا ومش بس نجومنا في منتخب مصر لو كل واحد في مكانه قدر يقدم أفضل ما عنده أعتقد ده يكون بيساعد بشكل كبير من الأشكال وده مرتبة الحقيقة كمان بنوطة في منتخب الأمية أنا الحقيقة مش قادر أستعبها يعني وإحنا رايحين إحنا بيفصدنا على البطولة أسبوع النهاردة أولاً لازم كلها نفهم إنه منتخب مصر حاجة واتحاد الكرة حاجة اتحاد الكرة مش هو المنتخب والمنتخب مش هو الاتحاد ممكن تكون غضبان من الاتحاد أو من أشخاص جوة اتحاد الكرة عمر مصر أو منتخب مصر ما كان اتحاد الدهشوري حرب ولا اتحاد سمير زاهر ولا مجاهد ولا بوريدة ولا الجنيني ولا جمال علام ما ينفعش تسقط أخطاء بعض الأشخاص كانت مقصودة أو كانت غير مقصودة على المنتخب بلدك ما ينفعش تحط قبل اسمه منتخب مصر اسم النادي اللي انت بتنتمي ليه وقت ما يحضر تيشرت منتخب مصر أو اسمه منتخب مصر كلنا وراه مهما كانت الظروف مهما كانت الملابسات ومهما كانت المقدمات ودي رسالة أتمنى أتمنى أنه الإعلام يتبنىها ما ينفعش أشوف بوستات بتعدد مواقف للمسؤولين عن مسؤولين مختلفين وإدارات مختلفة أو متعاقبة عن إدارة الكرة في مصر حملت الناس فاتورة عايزين منتخب مصر هو اللي يتفح مش هينفع نحط دماغنا في التراب أو ندفن دماغنا في التراب منتخب مصر بيمثل كل المصريين وكل اللي بيحصل فيه أي منظومة رياضية في مصر هدفه في النهاية أنه مصر أو بسخة كانت كرة قدم تنس أي أن كانت الرياضة إيه في النهاية هدفنا أنه منتخبنا أو اللي بيمثل أو اللي بيرفع اسم عالم مصر سواء كانت رياضة فردية أو رياضة جماعية أن إحنا نشوف عالم مصر فوق لما بنروح الأولمبياد وإحنا بنشوف أبطال محدش كان يعرف اسمهم قبل البطولة وبنشوف اسم مصر أو ميداليا بياخدها بطل مصري أو فريق مصري كنا بنشجع الرياضة وبنتباحها كنا نعرف اسم البطل أو اسم الفريق أو لأ هي فرحة لكل المصريين أنك تشوف اسم بلدك فوق حالة السوشال ميديا أو حالة الفتنة والتعصب الأسف الشديد برضو ممكن ناس هفترض حصة أنها وقول أنها بدون وعي أو بدون إدراك لحجم المسئولية أو لأمانة الكلمة سهمت فيها وسهل إعلام للأسف الشديد جدا زرعة الفتنة والتعصب إحنا تخطينا مرحلة الفتنة والتعصب ضد الأندية بينها وبين بعض لكمان منتخب مصر لا يجوز أبدا ولا يليق أتمنى أنه يعني الفترة اللي جاية خلاص فيتوري اختار سيبك بقى اختار مين ومختارش مين الناس اللي رايحة دي آين كانت هي بتلعب فين كلهم بيمثلونا كلهم مولدنا كلهم أفضل من أنجبتهم مصر في الوقت الحالي وظروفهم سمحت بأنه هم يمثلوا منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا فنتمنى لهم كل الخير وكل الدعم تختلف مع بيتوريا تختلف مع اسم أو اثنين أو تلاتة أو حتى مع مجلس إدارة اتحاد كورت القدم ده شيء ما يعنيش أبدا أنك أنت تعاقب منتخب مصر في كل لحظة أن الحقيقة الأمور بالنسبة لي غريبة جدا أني عمري ما شفت عمري ما شفت هذا الكم أو هذا الحجم من الصراع فيما يتعلق بالمنتخب بشوفه ممكن يكون بيحصل وممكن نسبيا يعني في حدود معانية يبقى مقبول لما يحصل بين جماهير الأندية بينها وبن بعض لكن دايما كان منتخب مصر بعيد عن ده ما ينفعش أن النجوم دول يبقوا بيطلبوا من جماهير الكرة في مصر إنها تدعمهم أو إنها تسندهم أو إنها تشجعهم ما ينفعش النجوم دول يروح يلعبوا في ملاعب واستدات على أرض مصر ويلاقوا المدرجات فاضية بالنسبة لي مش مقبول ومش منطقي وعذروني لو قلت أنا ديكتاتور في الحتة دي وأبدا عمري ما أتخلى عن رأيي المنتخب ده بامتداد لأجيال حققت لقب البطولة سبع مرات على مستقلة إفريقيا منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الوصول للمباراة النهائية ولأول مرة تاني بقول من سنين فاتت من بعد 2010 ما شفتش ظروف مهيئة زي النسخة دي صحيح نسخة صعبة النهاردة لما تيجي تشوف شكل المجموعات وشكل المنافسة وشكل المنتخبات القوية اللي رايحة كالشرع عن أنيابها ما عندهاش حل غيرنها تجيب اللقب البطولة وترجع هتتأكد أن البطولة صعبة لكن ده ما يقللش أبدا من إيماني ولا ثقتي أن النسخة دي مع فيتوريا قادر إن شاء الله بإذن الله تفرح مصر المصريين ومش مطلوب منكم أكتر من طائدكم يعني مش هنحملكم أكتر من طائدكم المطلوب منكم أنكم تقدموا أفضل ما عندكم أفضل ما عندكم شفناه الحقيقة في النسخة الأخيرة في السنغيل أفضل بطولة يعني إحنا كنا وصلنا مع هكتور كوبر قبل كده لإنهائي بطولة أفريقيا واتغلبنا قدام الكاميرا رغم أنه أداءنا في البطولة دي كان سيء يعني وطريقة لعبة هكتور كوبر يمكن هو بيقولك والله هي دي إمكانياتكم مفيش طريقة لعبة نسبكم أفضل من كده أو ما قدرش حق بيكم نتائج أفضل من الطريقة دي لكن النسخة اللي فاتت لا النسخة اللي فاتت مع كيروش رغم أن أنا كنت واحد من الناس اللي انتقدت كيروش وبالذات بدايته في البطولة كانت بداية ولا أسوأ لكن بعد كده من الأول أدوار الإخصائية أنا حسيت أنه وكأن الروح عادت مرة تانية لمنتخب المصر شفنا أداء شفنا قتال شفنا روح شفنا حماس شفنا إخلاص شفنا تركيز ولا أروع وعملنا مطشط كويسة جدا التوفيق وعدم التوفيق بقى في المباراة النهائية البنالتيز دي قصة تانية لكن عمل اللي عليهم ما حدش يقدر ينكر ده عمل اللي عليهم مزيادة وبانت الحقيقة روح وشخصية منتخب مصر في البطولة الأخيرة اللي أتمنى اللي أتمنى الحقيقة أنه السنة دي تبقى في أعلى مستوياتها وبشوف أنه التركيبة التشكيلة اللي اختارها فيتوريا طبعا للأسف تم استبعاد كوكا وأسامة جلال من القائمة اللي هتشارك في البطولة للإصابة وتم استبدالهم بياسر إبراهيم لربنا سبحان الله عدلت السماء أنا كنت آخر حلقة في الساديسة يعني كان علامة الاستفام الكبيرة بالنسبة لي زي ياسر برا المنتخب لكن ياسر تم ضمه للمنتخب ومعاه مهند لاشين بدل كوكا وبدل أسامة جلال فنتمنى لهم التوفيق رجالة دي إن شاء الله بإذن الله كلها كلهم نجوم كلهم نجوم لأنا أسسني منهم أحد الأهلوية الزمالكوية البيراماتزوية يعني كل خلاص انتهت قصة الألوان دول ولاد مصر منتخب مصر راح يمثلنا في البطولة نتمنى لهم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر